ومعنا من كييف مراسل العربي محمد زاوي مرحبا بك محمد محمد زلينسكي يأمل الكثير في قمة سويسرا من أجل السلام هل يتوقع فعلا أن تحدث اختراق رغم أن التطورات الميدانية على الأرض ليست على الإطلاق في صالح أوكرانيا؟ فعلا خالد يبدو أن الرئيس الأوكراني يعقد أمال كبيرة على ما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إمكانية حضور الرئيس بايدن وكذلك الجانب الصيني المقرب من موسكو من أجل الدفع بعجلة السلام لإيقاف هذه الحرب يرى الرئيس الأوكراني وفق جميع القراءات هنا بأن الدور الأمريكي والدور الصيني هو الذي سيكون حاسما في الضغط على روسيا من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات ربما التصريح زلينسكي وهذه الرسالة التي وجهه إلى قادة العالم هي رد على تلك الاتهامات التي جاءت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الطرف الأوكراني هو من يرفض عملية السلام طبعا ميدانيا إذا تحدثنا خالد الوضع ليس في صالح الأوكراني باتاتا وفق التطورات التي تشهدها مختلف جبهات القتال على الأقل خلال الأسبوع الأخيرة ويبدو أننا في منطقة خاركيف التي باتت على مدار الأيام الأخيرة بؤرة رئيسية للتوتر والقتال قبل دقائق فقط ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم عن دوي انفجارات شهدتها مدينة خاركيف استمرارا للهجمات الروسية التي لم تتوقف الليلة الماضية وكذلك بعد ظهر اليوم حيث قتل مدني على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إحدى البلدات الواقعة في الجهة الشرقية من مقاطعة خاركيف بالتزامن مع ارتفاع حصيلة قتل القصف الروسي يوم أمس إلى 15 قتيلا وما يزيد عن 40 مصابا طبعا تأتي هذه التطورات أيضا وسط التحذيرات التي ذكرها الرئيس الأوكراني من أن القوات الروسية تحشد جنودا ومعدات عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية على الجهة الشرقية أو الشمالية الغربية من مقاطعة خاركيف وفقا طبعا أنه للاستخبارات الأوكرانية في وقت سابق أيضا أشارت إلى إمكانية أن تقوم القوات الروسية بتوسيع حجماتها في تلك المنطقة أشكرك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من كيف